أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام الحجة صلوات الله عليه وبين الذين يقولون نحن شيعته في زمان الغيبة التي نحن فيها أدنى مستويات التواصل هو هذا الذي بينه لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة الرواية طويلة رواية التقليد طالما قرأتها عليكم وحدثتكم عنها في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين الإمام بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة ضالون وهم سيضلون الشيعة لأنهم كذابون ولأنهم مقصرون ينتقصون من العترة الطاهرة هذه التفاصيل موجودة ولذا فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومن أن الشيعة ستذهب في ضلالها حينما تتابعهم وتقلدهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يعبر عن المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة عن المرجع الأعلى وغير المرجع الأعلى في زماننا أو في الأزمنة الماضية أو في الأزمنة القادمة الحديث عن زمان الغيبة الكبرى الإمام يصف مرجع التقليد بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر سبب كفره هو اجتهاده عملية الاجتهاد هي عملية كفر ببيعة الغدير والكافر ببيعة الغدير هو كافر بدرجة هي ألعن درجات الكفر لأن الكفر ببيعة الغدير يكون كفرا بالله وبرسول الله وبالقرآن ويكون كفرا بالأئمة الأطهار هذا هو الكفر ببيعة الغدير وهؤلاء المراجع كفار كفار ببيعة الغدير بسبب اجتهاده فعملية الاجتهاد عملية كفر ببيعة الغدير ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذا أدنى مستويات التواصل فيما بين الإمام وشيعته أما المستويات المستويات العالية فقد حدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة عن كؤوس الحكمة الصباحية والمسائية وحدثنا عن أسرار التفسير وحقائق القرآن التي تلقى في مسامع أولياء أهل البيت وحدثنا إمامنا السجاد عن العقول والأفهام والمعرفة التي تجعل الغيبة بمنزلة المشاهدة وحدثنا إمام زماننا عن أن الشيعة لو كانت قلوبهم مجتمعة على الوفاء بعهد الولاية والإمامة لاستطاعوا أن يتواصلوا مع إمام زمانهم بشكل مباشر ولتمت لهم السعادة بلقائه والتواصل معه بحسب ما يرى الإمام الحجة من حكمة ومن دراية في إدارة أمور الأمة الشيعية التي كان يفترض أن تنتج مجتمعا ممهدا لإمام زماننا مثل ما مر علينا في كل تلك المعطيات والوثائق التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر